ما زلنا في تعز حيث سيرت حملة شارك لدعم وإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قافلة ملابس شتوية إلى جبهة القتال في المدينة وقال قائد والكتيبة 19 باللواء 22 ميكا العقيد مرتضى ليوسف اليمن شباب أن القافلة أتت في وقت تحتاج فيه أو إليها قوات الجيش خصوصا المرابطين والصامدين في مواجهة الميليشيا الحوثية بمختلف الجبهات والجبال المرتفعة رغم شدة البرود أو البرد القارس وأكد القائمون على الحملة أن الحاضنة الشعبية مسمرة في دعم قوات الجيش الوطني حتى استكمال تحرير محافظة تعز ودحر ميليشيا الحوثيين منها نعم أتت القافلة في وقتها المحدد كون الأفراد يعانون من شدة البرد القارس في الجبهات كون هذه المناطق مناطق مرتفعة وهم بحاجة ماسة لها لدفع الشتاء شكرا لقافلة شارك شكرا لكل الداعمين للجيش الوطني قافلة شارك لدعم القيش الوطني والسند القيش الوطني المقامة الشعبية تنفذ اليوم مشروع دفع الشتاء في مرحلته الأولى وهذا أقل الواقب الذي نقدم لهؤلاء الأبطال المرابطين في الجبهات والمتالس المدافعين عننا وعن مدينتنا وعن شرفينا وعن خرامتنا وستتلوها إن شاء الله المراحل الأخرى وسنستهدف بإذن الله عز وآخر كل ما نستطيع من هؤلاء الأبطال بدفع الشتاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر